نأخذ أيضا ملحظا عظيما في رمضان رمضان هو زمان والله سبحانه وتعالى يتحدث فيه عن الزمان ويربط بينه وبين الزمان ولذلك لما جاء الحديث عن عدة الصيام قال المولى سبحانه وتعالى أياما معدودات ولم يقل أياما معدودة طبعا محدش فينا سأل نفسه ما الفارق بين معدودات ومعدودة أياما معدودات يعني محددة البداية ومحددة النهاية ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأيضا هذا الحديث حديث يستخلص منه جانبا هاما يتعلق بقضية شائكة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني هذه القضية توجب علينا أن نعمل رؤية شرعية وأن نعمل أيضا اتساقا وتوافقا مع هذه التقنيات الحديثة ومع الحسابات الفلكية وفيها أبحاث كثيرة ضبطت هذه المسألة وأخرجت لنا منتجا علميا ثقافيا يتماشى مع القواعد الفقهية الشرعية الأصلية الأصيلة ربط الله بين الزمان وبين الزمن فقال أياما معدودات محددة البداية محددة النهاية لكن أياما معدودة معلومة البداية مجهولة النهاية ولذلك لما تحدث بني إسرائيل عن خصوصيتهم عند رب العالمين سبحانه أعاد المولى قولهم على سبيل التهكم والاستهزاء على ألسنتهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وهذا تهكم منهم وهذا تنكيل بهم أيضا ربط الله بين الزمان وبين رمضان لما قال سبحانه وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم أتم الصيام إلى الليل حديث عن الزمن وقيمة الزمن فالله عندما يفرد فريضة على الإنسان لا يراد بها المشقة وإنما يراد بها الطاعة وإنما يراد بها دقة التكليف ويراد بها خصوصية هذا الإنسان الذي فرضت عليه هذه الفريضة نجد أيضا أن الزمان يتعلق لا بالصيام فقط بل بواقية فرائد الإسلام فرائد الإسلام كلها نجد بينها وبين الزمن اغتباطا وثيقا لقيمة الزمن ولعامل الزمن في حياة الإنسان يعني لما تحدث المولى سبحانه وتعالى عن الصلاة ربط بينها وبين الزمن فتأتي الصلاة في الإسلام لضبط مسار حياة الإنسان ولتعليم الإنسان قيمة الوقت وقيمة الزمن ووجوب الاهتمام بهذه القيمة الكبيرة قيمة الزمن قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لما تحدث الله عن الزكاة قال سبحانه ربط بينها وبين الزمان وآتوا حقه يوم حصاده لما تحدث الله عن الحج قال سبحانه الحج أشهر معلومات ولما تحدث عن الصيام ربط بينه وبين الزمان فقال سبحانه أياما معدودات أيضا نجد من قيمة الزمان أن الله أسمى ست سورا في القرآن بأسماء الزمان لأهمية الزمان في حياة الإنسان وحياتنا كلها زمن ونسأل يوم القيامة عن زمن وعن دقائق هذا الزمن أسمى الله في القرآن ست سورا بأسماء الزمن سورة القمر وسورة الفجر وسورة الشمس وسورة الليل وسورة الضحى وسورة العصر وحثنا ديننا على التعامل بحرص مع وحدات الزمن ولذلك في الحديث ما من يوم يشق فجره إلا وملك ينادي إلا ومنادي ينادي أنا فجر جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أيضا تعامل المسلمون من قبل في أدبياتهم بحرص مع الزمن وفي الحديث ما يؤكد أن الزمن مسؤولية عظيمة في حياة الإنسان لا تزول قدم عبد يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع كلها زمن عن عمره فيما أفناه زمن عن شبابه فيما أبلاه زمن عن ماله من أين اكتسبهم وفيما أنفقه والمال حتى يكتسب لابد له من زمن عن علمه ماذا عمل به والعلم حتى يحصل لابد له من الزمن لذلك وجدنا هذا المزج وهذا الارتباط الوثيق بين الصيام وبين فرائض الإسلام وبين الزمن أيضا هناك ارتباط أصيل بين الصيام وبين الأخلاق واتكلمنا عن الصيام والصوم ووجوب أن يكون هناك صوم عموم وصوم خصوص وصوم خصوص الخصوص دي أقسام الصوم صوم العموم الصوم عن الطعام والشراب صوم الخصوص الصوم عن الطعام والشراب وصوم الجوارح عن كل ما يغضي بالله صوم خصوص الخصوص الأعلى أعلنوا على الإطلاق صوم عن الطعام وعن الشراب وصوم الجوارح عن كل ما يغضي بالله وصوم القلب عن الغفلة والنسيان عن ذكر الله يبقى إذن هناك ارتباط بين الصيام وبين الأخلاق حتى أن الله سبحانه لما تحدث عن الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ التصلي الأول على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعلكم تتقون يبقى قضية الأخلاق في الفرائض الله لا يريد منا أن نؤدي أداءات شكلية فالله غني عن عباده وغني عن عبادة عباده ولكن الله يريد أن يجعل هذه العبادة سببا في تصفية وتحلية وتخلية النفوس من الآثام ومن السموم ومن الموبقات ومن المهلكات لذلك جاءت العلة وجاء السبب لعلكم تتقون وليس الصيام فحسب الذي يراد منه وبه الجانب الأخلاقي التقويمي التوجيهي التعبدية في حياة الإنسان بل إن الصلاة أيضا يؤمر الإنسان بأدائها لا أداء شكلي وإنما أداء تقويمي لسلوكياته وضبط لانفعالات حياته يقول المولى سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والزكاة ربط بينها وبين الأخلاق خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والحج أيضا ربط بينهم وبين الأخلاق فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الصيام قيمة عظيمة تتعدد جوانبها وفضلها لا ينقطع وهو حديثنا بعد الفاصل انتظرونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر